بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي إزاي ما نبتديش بالكلام عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مكملين مع أنواره وإحنا بنكمل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بسمي الحديث ده بكل اللي فيه ده حديث جبر الخواطر وتثبيت القلوب حديث إيه؟ الحديث اللي ابتدى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمال هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة الحديث ده إحنا خدنا الجزء الأول منه والنهاردة أعنعيش مع الجزء الثاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الظلم حرام وهذا الحديث من جلاله بيرويه حضرة النبي عن رب العزة حديث جليل حديث له هيبة حديث مقامه عالي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول قال إني فيما روى عن رب العزة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة ألا فلا تظالموا تعالوا بقى نشوف بقى الجزء الثاني اللي نتكلم عنه النهاردة حضرة النبي بيروي عن رب العزة عن رب العالمين قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأسألوني فأعطيت لكل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا الحديث اللي أخرجه أو الإمام مسلم بكامله تعالوا نتأمل الحديث من أوله نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في أول الحديث يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني هذا أساس في الحياة هذا أساس في الحياة يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا ينتفع ولا يضر أم الإيه؟ هو رب العالمين الذي يخلق النفع والضر يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يؤذيه أحد وربنا سبحانه وتعالى لا يضيف إله أحد لا أنبياء ولا أولياء ولا بشر ولا أي شيء فالله غني عن خلقي وده يحسسن بإيه؟ يحسسن بعنا تاني وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة يحط لنا هذا الأصل يحس بإيه الإنسان لما يسمع كده؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولم تبلغوا دوري فتدروني يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجعلنا في ماذا؟ يجعلنا في أمانه يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأن فعله معنا لجميل صفاته لا لأفعالنا وعشان كده ربنا مش بيزعل مننا زي ما البعض متخيل ويربي أولاده ما تعملش كده عشان ربنا ما يزعلش منك ويطلع الطفل عنده صراع بينه وبين ربنا ويبقى الولد عنده كده تناقض هو ربنا إزاي رحيم وبيزعل مني طب يزعل مني يعني ينفع بابايا ما يزعلش مني وربنا يزعل مني ويفضل الولد خايف إن ربنا يزعل منه فعايز أقول لحضراتكم لا أحد يستطيع أن يضر الله شيئا المعصية حقا غلط علينا إحنا المعصية ضررها بيجي علينا إحنا لكن ربنا سبحانه وتعالى لا تضره المعصية المعصية هتضرك أنت وتأثر عليك أنت وربنا لما يقول لك إن هو بيغضب من المعاصي ده معناها إن الفعل اللي أنت بتفعله ده يغضبه مش معنى كده إن أنت عملت أثر عند الله بأنه غضب لا ده إيه اللي حصل أنت وقعت في غضب فيما لا يحبه الله مش أنت أسرت في الله وزعلت ربنا فزعل لا لا خالص ربنا قال هذه الأفعال تغضبني ولا أحبها فلا تفعلوها فإذا أنت رحت فعلتا يبقى أنت فعلت ما يغضب الله مش إنك أنت أسرت على الله فغضب منك لا أنت فعلت ما يغضب الله وكمان ربنا سبحانه وتعالى لا ينتظر من أحد إن هو ينفعه بشيء أو إنك مثلا عتعمل الخير فتفتكر إن أنت لما تعمل الخير إيه اللي حصل إن ده هيزود ربنا مجد مثلا حشاه أو هيزود ربنا رفع أو هيزود ملك الله حشاه تعالى عن ذلك علوا كبيرة علشان كده جي بعدها على طول هذا التأكيد من مولانا سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا تعالى بس أقول لكم هنا في حتة بلاغية حلوة أوي برس الحديث في الأول خالص قال يا عبادي إنكم لن تفعلوا لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وبعد كده إيه ليه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا ده بيسموه عند العلماء حاجة اسمها لف ونشر غير مرتب يعني إيه جاب الحاجات المفروض كان بالترتيب تضروني فييجي بعد كده إيه على أفجر قلب رجل منكم لا هنا قال إيه تضروني تنفعوني فنفى الضرة ونفى النفع ثم أتى إيه فقال ماذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل منكم فإنه حصل إيه لا يحصل ما زاد ذلك في ملكي شيئا فأرب نفي النفع وأرب مسألة مسألة ماذا التقوى لاتنين من بعض عشانهم من جنس بعض فزاد المعنى تأكيدا فزاد المعنى إيه تأكيدا ودي بلاغة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلامه الذي يتكلم به مثل كلامنا كان بليغا زي ما بيقول سيدنا الإمام القاضي عياض في الشفا فشوف كده ما زاد من ملكي شيئا يعني لو أن أولكم أول واحد مخلوق وآخركم أخر واحد مخلوق يعني لو أن البشر جميعا وإنسكم وجنكم كل المخلوقات اجتمعوا وكانوا على إيه على أطقى قلب رجل منكم إلا يحصل ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يعني لو كل العالم أمن بالله مش هيزيد ملكي الله سبحانه وتعالى ولو كل العالم كفر بالله لن ينقص ذلك من ملكي ربنا سبحانه وتعالى شيئا ولا يضره يبقى إيه اللي حاصل لو أن كل العباد عبدوا ولو أن كل العباد كفروا لن يزيد هذا في ملكي الله شيئ ولا هينقص هذا من ملكي الله شيئ هنا بقى بنقفش على حاجة أنا دايما بكلم عنها في علم اجتماع التدين حاجة اسمها التدين الكمي الناس بقى اللي بيعبدوا ربنا بالكم تحس كده أن هو بيفهم وده الفكر اللي فتح أبواب التطرف بيفهم أن أنت لما تعبد ربنا كتير وكأن هذا يزيد في مجد الله لا يا سيدي أنت عندما تكثر من عبادة الله أنت تتأصل فيك العبودية مش أنك تنفع رب البارية ونزيك هو بيعبد ربنا كده تحس بتاعتدون الكمي كده عايز يعبد ربنا ويوري الناس كلها عبادته عشان إيه عشان يقول لهم على فكرة ربي كبير لأن عبادتي كبيرة لا يا سيدي أنت بتعبد ربنا عشان تتحقق بالعبودية وعشان كده التدين الكمي ده اللي هو عنده إن إيه إن كل العالم لازم يكون مسلم وإن تأثير العبادة وخطر معصية بيعود أولا على الإنسان دي حقيقة على الإنسان والكون من حوله لكن أبدا لا تنقص المعاصي من جملك الله ولا تزيد الطاعة في ملك الله هقول لكم حاجة من غير ما نزعل بس التدين الكمي ده وتولد في بعض في نفس بعض الأطفال إن هم لما تحصل المعاصي كده وكأنهم بيشفقوا على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لما تحصل الطاعة يحسوا كده إن ربنا فرح يعني إيه فرح زاد إيه وجاهة الله أعوذ بالله ما تفتكرونش لأن الكلام ده أنا بكيبه الكلام ده من الأولاد اللي تربوا على التدين الكمي وكأنه بيحسوا إن كده خزائن الله امتلت بالطاعات وفي حد بمعصيته أقل الخزائن الله أعوذ بالله ليه طيب لأنه هو بيعوده كده بيقوله إن أنت لما تعبد ربنا وتطيع ربنا هتسمع بقى الحسنات هتسمع هتسمع صوت الحسنات وكان فيه مكنة مكنة السرافة بتديه الحسنات لا يا سيدي الله سبحانه وتعالى عطائه أوسع من خيالك وعشان كده لازم تفهم وتتأدب مع الله وده معنى مهم لازم نقصله في أولادنا يخلينا نعبد ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في غاية الزل والانكسار لله وكمان في غاية الحب لله سبحانه وتعالى إنه شرفنا وجعلنا عبادة له وإن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج إن إحنا نقدم له طعاط وإن إحنا بينطيع ربنا مش عشان خزائنه تمتلئ بالرصيد نحن نعبد الله ونكسر من الطاعة لأننا نريد أن نكون في ساحة العبيد إحنا مش بنعبد ربنا عشان الرصيد إحنا بنعبد الله لكي يقبلنا فنكون من العبيد طيب دلوقتي عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا تنفع طاعة ولا تضره معصية فتفتكر ربنا سبحانه وتعالى هيتخلى عن عباده في الطاعة أو المعصية علشان هو مش محتاجهم وعشان كده الحاجة مهمة جدا 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 إيه اللي حاصل إن بعض الناس لما يحسسوا الناس إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي إلا الطائعين يخلي أصحاب المعاصي يحسين إن هم مش مع ربنا ويحسسهم إن اللي عندهم إن فينا أصحاب معاصي ده فيه كمان من كفروا بالله وعندهم وسع في الرزق فيحسوا إن إيه ده ما هو ربنا كده بقى إيه اللي حاصل ما هو ربنا كده لا ينحز لماذا لأهل الطاعة لا ربنا سبحانه وتعالى يعطي بحكمة بالغة القضية مش قضية من الطائع ومن العاصل القضية قضية مشيئة الله آه يوسع على أهل الطاعة آه سبحانه بإرادة أن يجعلهم يحبونه وقد يوسع ويعطي أهل المعاصر لكي يجعلهم يعودون إليه ويتوبوا إليه فإذا عصوه فهو طبيبهم سبحانه وتعالى وعشان كده يجي الحديث ويقولك مع إن الله سبحانه وتعالى مش محتاج لطاعة الطائع ولا بتضر معصية العاصي وإنت اللي محتاج لربنا فهو مع ذلك يعطيك ما تريد وإذا عطاك ما تريد هذا لن ينقص من ملكي شيء فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان كل إيه؟ إنسان مش مسلم يا عبادي كل العباد الحديث هنا بيكلم كل العباد يعني أنا كده وأنا وأنا بقول الحديث ده هقوله في مكان يكتمع فيه كل البشر المؤمن وغير المؤمن المسلم وغير المسلم من يعبد الله ومن لا يعبد الله هقوله كده هقوله ربنا بيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت لكل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يعني لو تخيلت هذا إن العلم كله من سيدنا آدم إلى آخر بنا آدم عيكون في الكندة ووقفوا كلهم مجتمعين في ساحة واحدة سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين فكل واحد طلب اللي طلبه حتى لو واحد طلب ما بين السماء والأرض حتى لو واحد طلب ما يساوي الجنة عشرات المرات فإيه اللي حاصل فربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد إدى لكل واحد اللي هو طلبه ما ينقصش ده من ملكه سبحانه وتعالى أي حاجة أم الليه الناس شايفة إن ربنا متربس بيها بقى وهمل إله المتربس ومش بيديها كل الملك ده الله سبحانه وتعالى ممكن يدي للعبد بكل ما يتمناه والله سبحانه وتعالى يسوقه للعبد ولذلك كل الملك ده عيعيه ويتعبه رغيف خبز يسوقه إليك أو هيتعبه يعني تحقيق أمنية لك حشاء سبحانه وتعالى الحكاية كلها إنه أيحقق لك ما يريد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش أنا آسف يعني تعالى عن ذلك علوا كبير ربنا ليس أجيرا تطلب منه ما تريد ولكن الله سبحانه وتعالى الملك يفعل لك فوق ما تريد ولذلك علمونا دعاء زمان علمونا حمد ذكر نقول الحمد لله الذي أعطانا فوق ما نريد إذ أعطانا ما يريد سبحانه بعد كده يقولك لو عرفت الحقائق اللي فاتت دي بلاش بقى تعيش في الوهم خليك كده واعي وبلاش تشتغل بالأوهام مولانا سبحانه وتعالى عايز يدلنا نخرج من الوهم إلى الحقيقة فيقول لنا سبحانه وتعالى إيه عشان كل واحد فينا يعيش بالحقائق ما يعيش في الوهم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله المسألة ما سألتكم أنتم فمن وجد غير ذلك فلا يومنا إلا النفس ما تجدوحش تقولون ربنا يعني إن تعرفت إن الملك ملك الله سبحانه وتعالى وإنه بيعطي من يشاء ما يشاء فبلاش بقى تخصير في حق الله سبحانه وتعالى فعملك ده معروض عليه على الله سبحانه وتعالى فأروا الله من أنفسكم خيرا وقالوا بالكم بيقول فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه ربنا مش عايز مش عايزك تدخل النار ربنا خلق النار لكي لا ندخلها ولكن بعض الناس يسروا على أنهم يدخلوا النار ولا يضرك ربنا سبحانه وتعالى لو أخلأك عشان يدخلك النار ولا هو عايز يضرك وإنما ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيافة من نفسك ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسها فاسعى عشان تجد في أعمالك خير كثير اسعى لله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أشير عليك بحاجة مهمة جدا طول الوقت كل يوم الصبح خلي عندك أمل أن الله سبحانه وتعالى عيفني كل الأوهام والأهموم والوجع اللي عندك ده كل يوم الصبح خلي عندك أمل جديد الحديث بيقول لك وكأن لو لخصنا الحديث نقول كده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة خليك مع الله واحلم بس في نفس الوقت ادعم حلمك ده بخلق حسن جديد تعمله كل يوم وثالث حاجة كل يوم راجع برنامج عملك وشوف قد إيه برنامج عملك ده مليان بالخير لو عملت الثلاث حاجات دول انت إنسان متزن بتعيش بهذا الحديث وعشان كده لازم تفهم ده ولو فهمت ده ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك من حيث لا تحتسل يا سادة هذا الحديث الحديث بيخلي الخاطر مجبور بيخليني ثابت على إن الله كريم سبحانه وتعالى وفتحه كبير سبحانه وتعالى